أعلن تنظيم أنصار الشريعة في ليبيا حل نفسه رسميا وقال التنظيم في بيان له أنه يعلن للأمة والمجاهدين عامة ولكل الليبيين عن حل جماعة أنصار الشريعة في ليبيا رسميا وأشار التنظيم إلى أنه اتخذ قراره إثر ما وصفها بمسيرة حافلة وتضحيات قدم فيها جل قادته وكوادره يذكر أن التنظيم مصنف على لائحة الإرهاب الأمريكية ومتهم بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012